من غير ما تعجيني وتخمري وفي عشر دقايق بس هتعمل لهم أحلى بيزة تنفع للغدا والعاشا كمان هقولك على السر اللي هيخلي معاكي الجبنة المتزرلة طرية جدا جدا بمعلقتين بس من المكون السحل تعالوا نشوف هنعملها ازاي طحفا الأول بقى أنا جبت الفلفل الرومي قطعته ترنشطه فيعة طماطم سواء بقى كانت طماطم شري أو طماطم عادية هنقطع منها مكعبات تمام بالشكل ده خلاص قطعنا الطماطم قطعنا الفلفل هنحضر كمان بصل طبعا لو بتحبوه أي مكون والمكونات اللي في الطبنج تقدروا تغيروها براحتكم أنا جبت بصلها صغيرة بيضة وقطعتها بالشكل ده ترنشطه فيعة وفككتها عشان ما تبقاش كتلة على بعضها كده وتبقى خفيفة كمان زيتون اسود مخلي قطعت ترنشط وبكده يكون كل الخضر اللي أنا محتاجة أحطه على الطبنج موجود لو عندك بها أي نوع من أنواع اللحوم سواء بقى لحمة مفرومة مع الصجاق سدر فرخة تونة أنا حطيت النهاردة سوسيس زي ما انت عايزة أو ممكن يدوبك بس بالخضار ما نحطش أي لحوم كده خلاص أنا جهزت كل حاجة تعالوا نجهز بقى الصوس بتاع البيتزة أنا حطيت معلقتين من الصلصة حطلهم معلقتين كبار كمان من الكاتشب وهتبّلهم بصل باودر تون باودر وكمان أوريجانو أو زعتر وابتدي أقلبهم مع بعض كويس جدا والصوس كده بقى جهز معانا صنية الفرن بتاعتنا وابتدي أدهنها دهنة من الزيت عندي بقى التوست وهبتدي أرصه ولزقه في بعضه كويس جدا واسكينه كده جنب بعض بحيث أنه يعمل لي طبقة واحدة مسكة نفسها بالشكل ده الصوس بقى اللي احنا عملناه يلا نوزع كده الله طحفة هايل لغاية ما خلص كل الكمية يلا بينا بقى نشوف هنعمل إيه علشان الجبنة المتزرلة هتبقى طرية لغاية آخر حاجة معلقتين كبار من الزبادي أيوة زبادي قلي بيهم كويس وبدأ يحطي عليهم الجبنة المتزرلة بتاعتك وقلي بيه كله مع بعضه الزبادي هنا بيخلي معاكي الجبنة المتزرلة ما تنشفش وتبقى معاكي طرية لغاية آخر حاجة أنا أحط كمان عندي قطعتين جبنة رومي لأن الجبنة الرومي بتدي طعم حلو قوي للجبنة المتزرلة وتعالوا بينا بقى نوزع كده على البيت زاية بتاعتنا شوية من الجبن الأول وبعدين أحط الحاجات اللي احنا قطعناها بقى الخضار والسوسيس والزاتون والبصل الفلفل والطماطم وأوزعهم كويس وبعدين أنا بحب أحط شوية جبنة تانين على الوش صغيرين وبس كده الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني ويلا ندخل الصنية بتاعتنا تسيح الجبنة بقى وتاخد لون لطيف كده وتطلع بالهنة والشفة مش ممكن حكاية ومش قادر أقول لكم بجد الجبنة طرية قد إيه؟ ومش هتنشف معاكي والبيت زاية طعمها حلو حتى مش محتاجة تقطيع أعتقد كده غدا سهل؟ عشا سهل؟ وكل هيشكرك عليه وهتطلع معاكي بيت زاية مضمونة مية في المية شايفين الجبنة وتراويتها؟ حكاية ما شاء الله بصراحة مفيش أحلى ولا أسهل من كده للمصيف وللنادي للعشا وللغدا كمان في وقت الحر ده بجد خطيرة شكرا شكرا